السلام عليكم بعد توزير الشيخ أحمد النوار والشيخ طرال الخال كوزيرين لوزارة الداخلية وأيضاً لوزارة الدفاع بحسب الأباء المتداولة من الشيخ خان يعني مو محسوبين على أحمد شيخ أحمد الفهد وابناء الشهيد لكن مقربين جداً من أبناء الشهيد بعد صدور مرسوم التوزير خرج علينا أحد النوار المحسوبين على مرسوم بتغريده عبر التويتر شي يقول فيه يقول مجاملة الأسرة للأسرة يجب أن لا تكون على حساب الدولة وأموالها وهي قاعدة لا تخضع للاستثناء وأموال الدولة ليست مستباحة لأحد وما أخرد يجب أن يستعاد فوراً بصرف النظر عن الشكل وبصرف النظر عن المبررات وجود الفساد أمر متوقع أما حمايته أمر مرفوض حالاً ومستقبلاً يعني سبحان الله عبيد الوسبي كأن الفساد ما ظهر الفساد إلا مع توزير الشيخ أحمد النواب والشيخ قرال الخالد هل سنشاهد في القادم من الأيام استجواب من العبيد الوسمي أو أحد من النواب المحسوبين على مرزوق للشيخ أحمد النواب أو للشيخ قرال الخالد من المتوقع أن يكون هناك تصادم بين مرزوق الغانم والنوابين المحسوبين عليه وأيضاً بين النواب الآخرين اللي يتعاطفون أو محسوبين على أبناء الشهيد يعني كل واحد الآن في معركة يعني بدأت للتو مع صدور المرسوم لحرق الطرف الآخر السياسيين